مصر تتسلم اليوم أولى فرقاطة من طراز جويند في احتفالية كبرى بفرنسا بحضور قائد القوات البحرية ووفد من قادة القوات المسلحة مجلس الأمن الدولي يحذر من أن الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان قد يزعزع الاستقرار في المنطقة ويعرقل عودة النازحين إلى ديارهم ترامب يفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية وبيونج يانج تقول أنها تدرس اختبار قنبلة هيدروجينية على المحيط الهادئ على نطاق غير مسبوق العشرة صباحا في القاهرة الثامنة بتوقيت غريميتش نشرة إخبارية مفصلة أهلا بكم تتسلم القوات المسلحة المصرية اليوم من السلطات الفرنسية الفرقاطة الأولى الفاتح من تراز جويند وذلك في احتفالية كبرى تقام بميناء لوريان الفرنسي وذلك بحضور الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية ووفد من قادة القوات المسلحة وتقام مراسم التسليم ورفع العلم المصري على الفرقاطة في الميناء ويأتي تسلم الفرقاطة ضمن عدة صفقات أسلحة عقدتها مصر مع فرنسا لتنضم للخدمة بالقوات البحرية تباعا ومن المقرر أن يلقي قائد القوات البحرية كلمة يؤكد فيها عمق علاقات التعاون العسكري بين مصر وفرنسا وقدرة الكوادر المصرية على استيعاب التكنولوجيا الحديثة والفرقاطة الفاتح تعد بمثابة إضافة تكنولوجية هائلة لإمكانيات القوات المسلحة البحرية وتدعم قدرتها على حماية الأمن القومي وقادرة على الإبحار لمسافة أربعة ألاف ميل بحري وتصل إزاحتها الكلية إلى ألفين وخمسمائة وأربعين طن ولها القدرة على تنفيذ جميع المهام القتالية بالبحر ومنها مهمة البحث وتدمير الغواصات واستخدام الصواريخ والمدفعية في المهام القتالية وتنفيذ مهمة تأمين خطوط المواصلات البحرية أعاد الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أرض الوطن قادما من نيويورك بعد مشاركته في اجتماعات الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة وفي ختام زيارته التقى الرئيس السيسي بمقر إقامته في نيويورك برئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم حيث أكد الرئيس الاهتمام الذي توليه مصر لعلاقاتها مع البنك باعتباره شريكا هاما لمصر في التنمية من جانبه أكد رئيس البنك الدولي دعم البنك للإصلاحات الاقتصادية التي تطبقها مصر مشيدا بما أدت إليه هذه الإصلاحات من نتائج إيجابية على صعيد معالجة الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري قمم ولقاءات مهمة شارك فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته لنيويورك على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة فخلال كلمته أمام الجمعية العامة استعرض الرئيس السيسي مجمل أوضاع المجتمع الدولي وكيفية إرساء دعائم السلام والاستقرار في العالم فضلا عن المواقف المصرية إزاء القضايا الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط وجهود مكافحة الإرهاب إلى الشعب الفلسطيني وقوله مهمة أوي الاتحاد خلف الهدف وعدم الاختلاف وعدم إضاعة الفرصة والاستعداد لقبول التعايش مع الآخر مع الإسرائيليين في أمان وسلام وتحقيق الاستقرار والأمن للجميع وأقول وأوجه نداء للشعب الإسرائيلي وأقول لدينا في مصر تجربة رائعة وعظيمة في السلام معكم منذ أكثر من 40 سنة ويمكن أن نكرر هذه التجربة وهذه الخطوة الرائعة مرة أخرى الرئيس سيسي شارك أيضا في قمة مجلس الأمن الدولي حول إصلاح عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وألقى بيانا أمام القمة تضمن استعراضا للجهود المصرية في هذا الصدد كونها سابع أكبر دولة مساهمة في قوات حفظ السلام مع أهمية الدول الذي تقوم به قوات الأمم المتحدة فإن دورها لا يجب أن يكون بديلا لدور الحكومات أو مؤسسات الدول المستضيفة كما لا يجب السعي لفرد وصية عليها إنما يجب العمل على توفير بيئة أمنية وسياسية حاضنة لتعزيز الملكية الوطنية لجهود المصالحة وبناء السلام بما يعكس أولويات تلك الدول والمجتمعات وود هنا تجيد أهمية عدم فرد أمناط أو قوالب أو نظم سياسية معينة على الدول التي تشهد نزاعات وإلى الاهتمام اللازم بمراعاة خصوصيتها السياسية والثقافية والاجتماعية كما شارك الرئيس أيضا في الاجتماع الخاص بالوضع في ليبيا الذي نظمته الأمم المتحدة سعيا لدعم جهود التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة هناك وأكد السيسي أن الاتفاق السياسي الليبي يمثل الأساس الوحيد المقبول لأي تسوية شاملة في ليبيا إنجاز هذه المهمة التاريخية برهون بتحقيق أربعة شروط أو مبادئ أساسية هي أولا دعم المجتمع الدولي للجهود التي تقودها الأمم المتحدة لإنجاز تسوية سياسية شاملة في ليبيا يتوصل إليها الليبيون أنفسهم ويتوافقون عليها دون محاولة من أي طرف لفرض الوصائع عليهم فلا مجال ولا جدوى من تعدد مسارات ومرجعيات التسوية في ليبيا فهناك أساس وحيد مقبول لإنهاء الأزمة الليبية يتمثل في اتفاق الصخيرات والذي يمكن إدخال تعديلات محدودة عليه في بعض المواضع استجابة لشواغل الأطراف الليبية المختلفة كذلك شهدت زيارة الرئيس السيسي لنيويورك نشاطا مكثفا على المستوى الثنائي بين مصر والولايات المتحدة إذ عقد الرئيس لقاءا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالإضافة لعدد من اللقاءات مع الشخصيات المؤثرة وذات الثقل بالمجتمع الأمريكي كما التقى الرئيس عددا من رؤساء دول العالم ورؤساء حكوماتها من بينهم رؤساء غانا وصربيا والبرازيل وقبرص ورومانيا والرئيس الفلسطيني ورئيس المجلس الأوروبي ورئيس الوزراء الإيطالي ورئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الخارجية الإماراتي بالإضافة إلى أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس البنك الدولي حظيت مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة باهتمام بالغ حيث استعرض رؤية مصر لمجمل أوضاع المجتمع الدولي مؤكدا أن مصداقية المنظمة الدولية على المحك ومن أبرز القضايا التي ركز عليها الرئيس القضية الفلسطينية وأزمة مسلمي الروهينجا وأزمة منطقة الشرق الأوسط مطالبا بالالتزام بالقانون الدولي في إدارة الأزمات ومن واقع تجربة المنطقتين العربية والإفريقية أستطيع أن أقرر بضمير مطمئن أن تلك التجربة تلخص أزمة النظام العالمي وعجزوه عن الوفاء بالمقاصد والغايات التي قامت من أجلها الأمم المتحدة هي المشاركة الرابعة للرئيس عبدالفتاح السيسي في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة مشاركة اتسمت بالندية أكد خلالها في كلمته أن مصداقية المنظمة الأممية والنظام العالمي على المحك شرح السيد الرئيس كل أضايا المنطقة والعالم بما فيها أو في القلب منها الأضايا الفلسطينية وركز عليها أنها هي سبب من أسباب الإرهاب الذي يضرب الشرق الأوسط الآن وانتقل إلى العالم الخارجي وانتهى بعضية مسلم الروهينجا اللي هم يعني مأساة حقيقية وإنسانية وبتعكس بشكل كبير عدم اطلاع هذه المؤسسة الأممية بدورها الحقيقي وأكد الرئيس السيسي في كلمته أن طريق الإصلاح يمر عبر الدولة الوطنية مشيرا إلى أن هذا هو لب النهج المصري في التعامل مع أزمات المنطقة العربية يادة الرئيس طرح أهمية دور الدولة الوطنية الحديثة في الحفاظ على الحدود الأكريمية في الحفاظ على حل النزاعات الموجودة في المنطقة العربية وخاصة في الدولة الليبية وفي سوريا ويرى مراقبون أن مصر حققت أهدفها على المستويين السياسي والاقتصادية من خلال هذه المشاركة الرئيس في أول اجتماعاته هناك في الأمم المتحدة وعلى هامش الاجتماعية العامة قام بالاجتماع مع قادة الرأي وصنع القرار في أمريكا وهذا لنقل صورة عن وضع مصر الآن سواء سياسيا وأيضا اقتصاديا وهذا سوف يكون دعاية إيجابية لصالح الاستثمار المصري أيضا كانت الوزيرة صحة النصر تقوم بعدة تجاولات على مستوى ترويج الاستثمار ويبرز الإرهاب على رأس الملفات التي تناولتها كلمة الرئيس كما تصدرت مباحثاته السنائية مع زعماء العالم مع ضرورة المواجهة الشاملة والحاسمة مؤكدا على أن مبدأ الشراكة والتعاون بين دول عالم كافة في التنمية والاقتصاد وإدارة الأزمات من خلال الالتزام بالقانون الدولية والأخلاقية مشاركة مصرية مهمة حققت أهدافها أمام المنظمة الدولية بعدما طرح الرئيس السيسي رؤية واضحة وشاملة لقضايا منطقة الشرق الأوسط والعالم ليضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته في مواجهة خطر الإرهاب الأسود محمود العزالي النيل أكد وزير الخارجية سامح شكري في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع الوزاري بشأن مخاطر الأسلحة النووية أنه يجب على أعضاء الأمم المتحدة إجراء مناقشة دقيقة بشأن مخاطر الأسلحة النووية وشدد شكري خلال كلمته على أنه يجب على العالم لالتزام بمبدأ نزع السلاح النووي ومنع انتشارها مؤكدا أن مصر أكدت التزامها بنشر السلام العالمي من خلال تطبيق جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلاة بالرغم من ما تعاني منه منطقة الشرق الأوسط من توتر معظم استقرار مزمنين فقد أثبتت مصر حسن نوايها وانضمت لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وقامت بتنفيذ كافة التزاماتها وفقا للمعاهدة انتلاقا من إيمانها بالدور المركزي لهذه المعاهدة في تحقيق الأمن الدولي وقد اتخذنا هذه القرارات لأننا نقدر حياة الإنسان والسلم الدولي وننتزم بالسعي الدؤوب لتعزيز هدف نزع السلاح وتخليص العالم من هذه الأسلحة وعلاوة على ذلك فقد قامت مصر دوما بدعمي وتنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن الرامية إلى معالجة الحالات المتعلقة من انتشار أسلحة دمرات شامل دون دواجية في المعايير فضلا عن مكافحة استخدام من قبل الأطراف من غير الدول بحث وزير الخارجية سامح شكري أمس مع إبراهيم غندور وزير خارجية السودان التعاون الشامل الثنائي بين البلدين بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد إن وزير الخارجية أكد خلال الاجتماع على عمق العلاقات الثنائية بين الجانبين وتطلع مصر الدائم لتطوير التعاون الثنائي بما يرقى لمستوى العلاقات التاريخية بين البلدين وتطلعات الشعبين الشقيقين كما بحث الوزيران ملف مياه النيل وسد النهضة حيث أكد شكري خلال الاجتماع على أهمية متابعة نتائج اجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية الأخير بالسودان من أجل ضمان الانتهاء من الدراسات التي تقوم بها المكاتب الاستشارية في أقرب فرصة ممكنة في سياق متصل أعرب وزيره خارجية سامح شكري عن قلق مصر البالغ من الجمود الذي يعتري عمل لجنة الفنية الثلاثية نتيجة عدم حسم بعض الجوانب الخاصة بالتقرير الاستهلاكي للمكتب الاستشاري بما يؤدي إلى تعطيل البدء في أعداد الدراسات الخاصة بالأثار المحتملة لسد النهضة على دولتي المصب وخلال لقائه نظيره الإثيوبي على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أكد شكري ضرورة عقد اجتماع عاجل للجنة الفنية الثلاثية على المستوى الوزاري لحسم تلك النقاط وإطلاق الدراسات في أسرع وقت ممكن التزاما بالإطار الزمني المحدد من قبل اتفاق إعلان المبادئ من جانبه أكد وزير الخارجية الإثيوبي التزام بلاده الكامل باتفاق المبادئ الثلاثي معتبرا أن الاتفاق يمثل خارطة الطريق للتعاون بين الدول الثلاث كما أكد على تفاهمه الكامل لدواعي القلق المصري في هذا الشأن التقى وزير الخارجية سامح شكري في نيويورك بكل من خميس الجهناوي الجهيناوي وزير الشؤون الخارجية التونسي وعبد القادر مساهل وزير الشؤون الخارجية الجزائري وذلك على هامش مشاركتهم في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وبحث الوزراء خلال الاجتماع سبل دعم الحل السياسي في ليبيا في إطار آلية التنسيق الثلاثي بين مصر وتونس والجزائر حول ليبيا وتتناول وتناول الاجتماع أيضا تبادلا لوجهات النظر والرؤى بشأن جهود دعم التوافق الوطني الليبي ودعم الدور الذي تطلع به الأمم المتحدة في رعاية الحل السياسي للأزمة الليبية أنهت المحافظات ومديريات التربية والتعليم استعداداتها لبدء العام الدراسي الجديد غدا بمختلف المدارس على مستوى الجمهورية وأعلنت وزارة التربية والتعليم استقبال مدارس الجمهورية نحو 18 مليون طالب وطالبة بمختلف المراحل التعليمية حيث بدأت الإدارات التعليمية في تسليم الكتب الدراسية من الوزارة لتسليمها للطلاب مع بداية العام الدراسي من جانبها بدأت وزارة الداخلية في تطبيق خطة تأمين شاملة استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد حيث وجه وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار مساعدي باستنفار كافة الجهود ومرورية شاملة بهدف تحقيق أعلى معدلات تأمين للطلبة والطالبات أثناء ذهابهم أو عودتهم من المدارس والجامعات قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي خالص التهاني للشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة قدوم العام الهجري الجديد وفي صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أعرب الرئيس عن تمنيه أن يعاد العام الهجري الجديد على الشعب المصري بالخير واليمن والبركات متمنيا دوام الخير والاستقرار لمصر كما تبادل الرئيس عبدالفتاح السيسي برقيات التهنئة مع ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد وأعرب الرئيس السيسي في برقياته للزعماء العرب والمسلمين عن أصدق تهانيه بحلول العام الهجري الجديد داعيا المولى عز وجل أن يجعله عام خير وبرك عليهم وعلى شعوبهم وسائر الشعوب العربية والإسلامية كما بعث الرئيس ببرقية تهنئة بهذه المناسبة الكريمة إلى المسلمين المغتربين كما تلقى برقيات تهنئة بحلول العام الهجري الجديد من كبار رجال الدولة أعربوا فيها عن خالص تهانيهم له وأطيب تمنياتهم لمصر بدوام التقدم والازدهار ترجمة نانسي قنقر أكد مجلس الأمن الدولي معرضته لإجراء الاستفتاء على الاستقلال الذي يعتزم إقليم كردستان العراق تنظيمه يوم الاثنين المقبل وحذر مجلس الأمن من أن هذه الخطوة الأحدية من شأنها أن تزعزع الاستقرار بالمنطقة مجددا تمسكه بسيادة العراق ووحدته وسلامة أراضي وأكد مجلس الأمن أن إجراء الاستفتاء يهدد أيضا بإعاقة الجهود الرامية لضمان عودة طوعية وآمنة لأكثر من ثلاثة ملايين نازح ولاجئ إلى ديارهم للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الدكتور إحسان الشمري المحلل السياسي دكتور إحسان كيف تقرأ معارضة مجلس الأمن الدولي لإجراء الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان العراق؟ هو يأتي في إطارة الدعم الذي يقدمه هو استثمان لهذا الدعم الذي يقدمه المجتمع الدولي للعراق العراق الذي خاض حرما شرفة ضد الإرهاب المتنسل بداعش وما قبله القاعدة نجح في الحقاب على وحدة الهاتف ومن ثم نمتلاف ببناء استقل بعض المكونات المجتمعية ومن ثم لا يصبح المجتمع الدولي بتحسين العراق أولا ومن ثم بياح هذا المجتمع الكبير على مستوضع الشامر الآخر يؤشر بما لا يقبل الشكل بأن النوايا المتطالية لجل بعض هي لا تستند إلى مبارات حقيقية ووافعية فيما هو أن الكرد أنفسهم يرفضون لكن القضية هي رأي شخصي لزعيم لا يمتلك الشرعية هنا داخل و هذا قد يؤدي إلى طوضة عاربة في المنطقة خصوصاً عند سرسيا وإيوان نعم أشكرك دكتور إحسان الشمري المحلل السياسي من بغداد شكراً لك في السياق ذاته أعربت مصر عن قلقها البالغ إزاء قرار تنظيم استفتاء تقرير مصير إقليم كردستان العراق وتداعياته المحتملة وأكد بيان صادر عن وزارة الخارجية أن قلق مصر نابع بالأساس من حرصها على وحدة واستقرار العراق الشقيق واستمرار رابطة الأخوة واللحمة التي تجمع كافة أطياف الشعب العراقي وشدد البيان على ضرورة إدراك تداعيات بعيدة المدى المتعلقة بإجراء الاستفتاء على استقرار وأمن العراق ومنطقة الشرق الأوسط أعلن الحشد الشعبي العراقي اليوم انطلاق الجزء الثاني من المرحلة الأولى لتحرير ما تبقى من الأراضي الواصلة إلى منطقة تأزاب غرب الحويجة جنوب غرب محافظة كاركوك شمالي البلاد وكانت مصادر عسكرية عراقية قد أعلنت استعادة السيطرة على 11 قرية في الحويجة ضمن المرحلة الأولى من معركة تحرير المدينة الواقعة في محافظة كاركوك من قبضة تنظيم داعش وقام التنظيم بأكبر عملية إجلاء لعوائلهم من الحويجة باتجاه حدود محافظتي ديالة وصلاح الدين بعد أقل من شهر من إعلانها بسط كامل سيطرتها على محافظة نينوى في شمال البلاد أطلقت القوات العراقية عملية عسكرية لتحرير مدينة الحويجة بمحافظة كاركوك أحد آخر معقلين لتنظيم داعش في العراق العملية بدأت بقصف مدفعي نفذته القوات العراقية تزامنا مع تقدم الجيش باتجاه ناحية الشرقات جنوب غرب الحويجة ولا يزال الجزء الشرقي لبلدة الشرقات الواقعة في محافظة صلاح الدين تحت سيطرة داعش وهو مشمول بالمرحلة الأولى من العمليات وبعد قليل من بدء المعارك ذكرت مصادر عسكرية أن القوات المشتركة انتزعت السيطرة على عدد من قرى الحويجة من قبضة مسلح داعش وبالرغم من الخلاف الحالي بين حكومتي بغداد وأربيل بشأن الاستفتاء على انفصال يقيم كردستان أكدت قيادة العمليات العراقية المشتركة أن التنصيق مع قوات البشمرقة الكردية مستمر في عمليات قادمونية حويجة مشيرة إلى امتلاكها خطة إنسانية للحفاظ على أرواح المدنيين ومع انطلاق المعارك حذرت منظمات إنسانية بانتفاق بأوضاع المدنيين المحاصرين في الحويجة منذ عام 2014 عندما سيطر عليها داعش وتقع الحويجة على امتداد طريقين رئيسيين يصلان بغداد بمحافظة نينوى وإقليم كردستان وستمثل استعادتها نهاية لتواجد مسلح داعش في العراق باستثناء قضاء القائم ومنطقتين عانى وروى في الجانب الغربي من الأنبار اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع مشروع قرار لمحاسبة تنظيم داعش الإرهابي على الجرائم التي ارتكبها في العراق ومن جهته أكد الوفد المصري الذي شارك في جلسة التصويت ضرورة التنسيق مع الجانب العراقي لضمان احترام سيادة العراق واستقلال نظامه القضائي بالإجماع اعتمد مجلس الأمن الدولي مشروع قرار لمحاسبة تنظيم داعش الإرهابية على الجرائم التي ارتكبها في العراق بما في ذلك التي قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية من جهته رحب وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري بصدور القرار الأممية معتبرا أنه يعد انتصارا للعدالة الإنسانية وتعبيرا عن الرفض العملي إلى وحشية تنظيم داعش الإرهابية لاحقة مجرمي داعش وعدم إفلاتهم من العدالة سيعطي رسائل رادعة لهؤلاء المجرمين ومطمئنة لشعوبنا جميعا أننا حين دعونا لاتخاف قرار في مجلس الأمن الدولي بتجريم داعش ندرك جيدا أنه سيشكل عامل ردعا بالغ الأثر ويوجه انذارا شديدا لممولي هذه العصابة وداعمها فكريا وماليا وإعلاميا من جنبه حرس الوفد المصري الذي شارك في جهسة التصويت على التنصيق مع الجانب العراقي لضمان احترام سيادة العراق واستقلال نظامه القضائي وتأكد من موافقة العراق على كافة ما يتضمنه القرار من أحكام إضافة إلى ذلك حرص رفض مصر على التأكد من ضرورة الحصول على موافقة أي دولة أخرى بخلاف العراق قبل شروع الفريق الجديد في اتخاذ أي خطوة أو إجراء تحقيقات تتعلق بمواطنين ينتمون إلى تلك الدولة الأخرى وتناول القرار جرائم تنظيم داعش باعتبارها جرائم تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وتهديدا مباشرا للأمن والسلم الدوليين عن طريق الاعتداء الوحشي على الأرواح لا سيما النساء والأطفال بالإضافة إلى تخريب الممتلكات والتراث الحضري والثقافي للشعوب على نحو يجعل تلك الأفعال ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية قال الجيش السوري إن قواته وسعت من نطاق سيطرتها على ضفة الشرقية لنهر الفرات الذي يعبر محافظة دير الزور يأتي ذلك بعد قضاء القوات السورية على آخر تجمعات مسلح داعش في عدة قرى بالمنطقة كما نفذت وحدات الجيش عمليات ضد داعش بالريف الغربي وأشارت مصادر المعارضة إلى أن داعش نقل خلال اليومين الماضيين معظم عناصره من أحياء مدينة دير الزور إلى الريف الشرقي قال رئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أنقرة ستنشر قوات في شمال محافظة إدلب السورية في إطار اتفاق خفض التصعيد الذي تم التوصل إليه مع إيران وروسيا وأضاف أردوغان أن اتفاق خفض التصعيد ستجري مناقشته مع الرئيس الروسي فلاديمر بوتين خلال زيارته إلى أنقرة الأسبوع المقبل وتوصلت روسيا وإيران وتركيا في مايو الماضي لاتفاق بشأن إقامة أربع مناطق لخفض التوتر في سوريا واتفقت الدول الثلاث الجمع الماضي على نشر مراقبين منها في منطقة خفض التوتر الرابعة التي تضم إدلب وأجزاء من محافظات حماوة لذقية وحلب في مدينة الرقة بدأت ميليشيات سوريا الديمقراطية والقوات الخاصة الأمريكية عمليات تمشيط لكامل مدينة الرقة معقل تنظيم داعش في سوريا وكان مراسل نيل قد أفاد بأن ميليشيات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن قد أعلنت سيطرتها على كامل مدينة الرقة في شمال سوريا بعد معارك دامت لنحو أربعة أشهر ودفعت المعارك في الرقة وريفها عشرات آلاف المدنيين إلى الفرار كما قتل المئات من جراء غارات التحالف الدولي وآخرون برصاص عناصر التنظيم الإرهابي أثناء محاولتهم الهرب أعلن وزير خارجية كوريا الشمالية ري يونغ اليوم أن بيونغ يونغ تدرس إجراء اختبار لقنبلة هيدروجينية على المحيط الهادئ على نطاق لم يسبق له مثيل وتأتي تصريحات وزير الخارجية في نيويورك ردا على سؤال عما كان يعنيه زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون عندما هدد باتخاذ أعلى مستويات الإجراءات المضادة في التاريخ ضد الولايات المتحدة كان الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون قد نعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمختل عقليا متواعدا بأنه سيجعله يدفع غاليا ثمن التهديدات التي أطلقها من على منبر الأمم المتحدة بتدمير كوريا الشمالية بالكامل كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع أمرا تنفيذيا يجيز فرض عقوبات على أفراد وشركات تمول وتسهل أتجارة مع كوريا الشمالية في تشديد للخناق الاقتصادي المفروض على بيونغ يانج ويمهد هذا القرار لإمكانية معاقبة شركات صينية ومن جنسيات أخرى بسبب علاقاتها مع كوريا الشمالية وكانت الولايات المتحدة حتى اليوم تتحاشى اللجوء لهذا السلاح ضد بيونغ يانج لكن إدارة ترامب قالت مرارا أنها لن تتساهل مع استمرار استفزازات هذا البلد النووي ترجمة نانسي قنقر مشاهدين تتابعون الآن على الهواء مباشرة بثا حيا من فرنسا حيث تتسلم القوات المسلحة المصرية اليوم من السلطات الفرنسية الفرقاطة الأولى الفاتح من طراز جود ويند وذلك في احتفالية كبرى تقام بميناء لوريون في فرنسا بحضور الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية ووفد من قادة القوات المسلحة وتقام مراسم التسليم ورفع العلم المصري على الفرقاطة في الميناء هذه صور حية تتابعونها الآن على الهواء مباشرة جدير بالذكر أن تسلم الفرقاطة يأتي ضمن عدة صفقات أسلحة عقدتها مصر مع فرنسا لتنضم للخدمة بالقوات البحرية تباعا ومن المقرر أن يلقي قائد القوات المسلحة كلمة يؤكد فيها عمق العلاقات التعاون العسكري بين مصر وفرنسا وقدرة الكوادر المصرية على استيعاب التكنولوجيا الحديثة هذه الفرقاطة الفاتح هي من إنتاج شركة DCNS الفرنسية التي تعد من كبريات الشركات الأوروبية الرائدة بصناعة وبناء السفن والغواصات وتمثل فئة جديدة من الفرقاطات القادرة على ارتياد المحيطات لأداء مهامها تستخدم أيضا في نشر المركبات بدون طيار وطائرات بدون طيار تحت الماء ويبلغ وزنها 2500 طن وطولها 105 أمتار وتقدر سرعتها القصوى بنحو 55 كم في الساعة الفرقاطة تضم رادار ثلاثي الأبعاد ثنائية الإشعاع يبلغ مدى 250 كم ويستطيع الرادار رصد صاروخ ذو مقطع راداري منخفض من مساحة 50 كم يمكنها تتبع 500 هدف في وقت واحد وتتضمن منظومة حرب إلكترونية متكاملة وتقوم بمهمة الاستخبار الإلكتروني ضد موجات الرادار المعادية وتقدر فترة بقائها في البحر نحو ثلاثة أسابيع ويبلغ عدد أفراد تقامها 80 فردا وتتميز الفرقاطة أيضا بمنظومة رصد قتال متكاملة مضادة للسفن والطائرات والغواصات وتمتلك خاصية الإطلاق الرئيسي وتحتوي على 16 خلية إطلاق صواريخ دفاع جوي وتضم سونار متطور ذو قدرة عالية على التسلل والبقاء الفرقاطة لديها قاذفان رباعيان لإطلاق أي نوع من أنواع القواذف وهي الفرقاطة الأولى من أصل أربعة يتم بناء الثلاثة الآخرين الآن في مصر هذه الصور على الهواء مباشرة تبث من مدينة لوريان الفرنسية ومن المفترض أن تتم مراسم تسليم مصر الفرقاطة خلال دقائق مصر الفرقاطة خلال دقائق العسكري بين مصر وفرنسا هو الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية ويؤكد أيضا قدرة الكوادر المصرية على استيعاب التكنولوجيا الحديثة الفرقاطة الفاتح تعد بمثابة إضافة تكنولوجية هائلة لإمكانات القوات المسلحة وتدعم قدرتها على حماية الأمن القومي وهي قادرة على الإبحار لمسافة أربعة ألاف ميل بحري وتصل مساحتها الكلية إلى ألفين وخمسمائة وأربعين طن ولها القدرة على تنفيذ جميع المهام القتالية بالبحر ومنها مهمة البحث وتدمير الغواصات واستخدام الصواريخ والمدفعية في المهام القتالية وتنفيذ مهمة تأمين خطوط المواصلات البحرية هذه الفرقاطة نذكر مرة أخرى وهي من إنتاج شركة دي سي أن أس الفرنسية التي تعتبر من كبريات الشركات الأوروبية الرائدة بصناعة وبناء السفن والغواصات تمثل فئة جديدة من الفرقاطات القادرة على ارتياد المحيطات لأداء مهامها تستخدم في نشر المركبات بدون طيار وطائرات بدون طيار تحت الماء يبلغ وزنها 2500 طن وطولها 105 أمتار وتقدر سرعتها القصوى بنحو 55 كم في الساعة تضم رادارا ثلاثي الأبعاد ثنائي الإشعاع يبلغ مداه 250 كم ويستطيع الرادار رصد صاروخ ذو مقطع راداري منخفض من مسافة 50 كم يمكنها تتبع 500 هدف في وقت واحد وتتضمن منظومة حرب إلكترونية متكاملة تقوم الفرقاطة بمهمة الاستخبار الإلكتروني ضد موجات الرادار المعادية وتقدر فترة بقائها في البحر نحو ثلاثة أسابيع ويبلغ عدد أفراد الطاقم 80 فردا تتميز أيضا الفرقاطة بمنظومة رصد قتال متكاملة مضادة للسفن والطائرات والغواصات وتمتلك خاصية الإطلاق الرئسي وتحتوي على 16 خلية إطلاق صواريخ دفاع جوي وتضم سونار متطور ذو قدرة عالية على التسلل والبقاء ولديها قذفان ربعيان لإطلاق أي نوع من أنواع القواذف الفرقاطة الأولى هذه الفرقاطة هي الأولى من أصل أربعة أخرى يتم بناء الثلاثة الآخرين في مصر ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر من الشركة الفرنسية نافال جروب بما يعكسه عمق علاقات التعاون التي تربط البحريتين المصرية والفرنسية وجهود القيادة السياسية ودعمها الجاد والقوي لدفع العلاقات بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات ونقل قائد القوات البحرية نقل تحية وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي إلى قائد القوات البحرية الفرنسي الفريق أول كريستوف برازوك والشركة الفرنسية نافال جروب على دعم برنامج الفرقاطات المصري والذي توجه بتسلم مصر أول فرقاطة من طراز جويند وهي الفرقاطة الأولى ضمن أربع فرقاطات تم التعاقد عليها على أن يتم بناء فرقاطة بفرنسا وثلاث فرقاطات بشركة ترسانة الإسكندرية وبالسواعد والعقول المصرية على الهواء مباشرة تتابعون الآن مشاهدين صورا حية للاستعدادات للتسلم القوات المسلحة المصرية اليوم من السلطات الفرنسية الفرقاطة الأولى الفاتح من طراز جويند في احتفالية كبرى تقام بميناء لوريون الفرنسي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة